يعني إذا كنا لسه بنكلم عن الفرعنة وإزاي أبداعوا في البناء مش يعني مش هنظلم العصر الحديث عشان كده فعلا المهندسين في العصر الحديث كان ليهم إبداعات هنستعرضها مع بعض برضو كان ليهم رؤية مختلفة فكروا بره السندوق زي ما بيقولوا وكان ليهم إبداع في البناء المهندس مش بس إنه هو بيبني مبنى من طواب هندي بعض الأمثلة مثلا عندك البيت الملتوي زي ما بيسموه موجود في مدينة سابط في بولندا هو بيتحدى الجاذبية والمبادئ المعمارية التقليدية لأن صمموا المهندسين المعماريين هما واتنسي ودالسكي في عام 2004 هو بيتميز بوجهة متموجة زي ما بنشوف بجداره أو يعني الجدران فيه ملتوية النوافذ فيه غير منتظمة بيبدو الحقيقة أنه شكله عجيب زي ما احنا شايفين كده هو ملتوي تحس إنه هو كده خارج من لوحة هو تخيف التصميم بقتلها مش مزبوط فقالك خلوه حاجة أنا حسس كده يعني أنا حس إنه هو تقريبا حاجة بزوط منه فقالك أكملها فبصراحة هو الشكل عجيب ولكن بصراحة ممتاز جدا لأنه غير تقليدي ويلفت الانتباه على الآن وانت معده قدامه هتشوفيه وهو دخل التاريخ يعني بنكلم عنه النهار ده كمان في مبنى أيقوني كمان بيقع في نيويورك واحد برضو على شكل سلة مكتملة بمقابض وخارجية منسوجة تم تصميم المبنى من واحدة برضو من الشركات المميزة في الموضوع لأن هي شركة أصلا بتصنع السلال المصنوعة يدويا عشان كده عملوا المقر الخاص بشركة تصنيع السلال على شكل سلة ارتفاع المبنى سبع طوابق بيبلغ طوله 160 قدم يعني هم اخدوا من المنتج اللي بيصنعوه وعملوا المقر شابه ودي حاجة مميزة طبعا أن المهندس هنا بيقدم أفكار مختلفة علشان يبين بيها المكان يبين بيها مهاراته كمان وفي البيت الحجري كمان في منطقة نائية في مدينة فافي بالبرتغال وبيتكامل بشكل مثالي مع محيطه الطبيعي تم تصميم هذا المسكن الاستثنائي من قبل المهندس المعماري البرتغالي إدوارد ستودي مورا وهو منحوط من صخرة ضخمة بيدمج بين الحرفية البشرية والجمال في الخام الطبيعي تم الانتهاء من بناء البيت الحجري في عام 1974 وهو شهادة على التعايش المتناغم بين الهندسة المعمارية والبيئة اللي فعلا لما تشوف شكله كده يعني حاجة مميزة جدا صخرة طالعا هو صخرة هو نحته في الصخرة حاجة جميلة جدا بيت البيانو الصيني في هو عينان بالصين وبي يتميز بتصميم فريد يشبه الألات الموسيقية العملاقة بيمزج بذكاء بين الموسيقى والهندسة المعمارية وتم تصميم هذا المبنى الرائع من خلال شركة معمرية مميزة هو بيقدم تكريم للتراث الثقافي للمنطقة بيتكون مبنى البيانو اللي اكتمل بناءه عام 2007 من قاعتين للحفلات الموسيقية وبيضم الكمان والسلام السلالم المتحركة ويعني برضو تصميم مميز وتصميم جميل وفي النهاية هو برضو إبداع من إبداعات المهندسين المعماريين صحيح ومستغل كل آلة من الألات الموسيقية وموظفها حسب يعني اللي هو عاوزه يعني السلالم موجودة في مبنى معين والقاعات موجودة في مبنى تاني اللي كان عليها الغطة زي ما شوفنا ده اللي هو الخاص بالبيانو كمان البيت الرقص يعني ده موجودة على ضفاف نهر فلتافا في براغ بمكانة يعني زي ما نقول كده شهادة على مرحلة من الإبداع المعماري صممه واحد برضو أو هم اتنين من المهندسين واكتمل بناءه سنة 96 زي ما احنا شايفين برضو كده الهيكل الخاص بتاعه غير تقليدي تماما هو تحس فعلا هو بيرقص يعني هو واضح انه بيرقص فعلا وبيتمرجح مع نفسه كده بيتحدى الخطوط الجمدة أو فكرة التناظر المرتبط بيكون دايما يعني مرتبطة بالمباني التقليدية بيكون مبنى عادي بالشكل الطبيعي ممكن بس الوجهة تتغير بس مش للدرجة اللي احنا شفناها على الشاشة ده بيكون طبعا رأس شعوري بالخيال مش اكتر لكن بيدي حيوية بالتأكيد على المشهد الحضاري الخاص بيه وفعلا يكفي ان احنا برضو لما احنا شايفين بنتكلم عنه وبنعرضه مع بعض على الشاشة خلدنا اسم الاتنين ما هنسيين يصممه الحقيقة انه شكل المباني المعمرية في النهاية يعني حتى لو هو مبنى سكني برضو يعني بيكون ابداع وشكل للبراعة المصمم اللي اشتغل عليه لكن